موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 3 اليونت السادس الدرس الثالث أنوان الدرس كوستشن مونستر قيم لعبة السؤال الوحش موجودة بصفحة 78 من كتاب الطالب صفحة 76 من كتاب النشاط قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الاستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف بصفحة 78 وكذلك صفحة 79 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة listen and point استمع وأشر play the game إلعاب اللعبة إذن هذا النشاط اللي موجود بصفحة 78 وكذلك موجود بصفحة 79 عبارة عن اللعبة يتم لعبها بداخل الصف هاي اللعبة شون تلقب مكتوب listen and point استمع وأشر إذن اللعبة يتم لعبها من خلال المقطع الصوتي وبعدها نلعب اللعبة play the game إذن راح نستمع المقطع الصوتي نعرف شون يتم لعب هذه اللعبة بعدها نعرف شون اللي راح يصير بداخل الصف أثناء لعب هذه اللعبة إذن نستمع المقطع الصوتي أول شي track 108 listen and point when on Monday who a cat how slowly what ate an ice cream where in the kitchen why because it was hungry إذن بعد ما استمعنا للمقطع الصوتي لاحظنا إنها محادثة بين تلاميذ الثنين التلميذ الأول يستخدم أحد أدوات السؤال هذي أدوات السؤال هذي أخذناها بالدرس السابق وعرفنا كل واحدة شنو معناها وعن شنو تسأل أول شي نراجع أدوات السؤال وين معناها متى وتسأل عن الزمان who معناها من وتسأل عن العاقل how معناها كيف وتسأل عن الحال what معناها ماذا وتسأل عن شيء غير عاقل where معناها أين وتسأل عن المكان why معناها لماذا وتسأل عن السبب تحت كل أداة من أدوات الاستفهام هذي منطين الجواب اللي ممكن استخدمه للإجابة عن هذا السؤال مثلا وين مثلا وين التلميذ الأول يسأل يقول له وين أين فالتلميذ الآخر يختار إجابة ويأشر عليها مثلا يقول يستردي البارحة أو on monday يوم الاثنين on friday يوم الجمعة on sunday يوم الأحد إلى آخره إذن التلميذ الأول يستخدم أداة سؤال يأشر عليها والتلميذ الآخر يجاوب أحد الإجابات المناسبة للسؤال اللي سألني يا التلميذ يعني مثلا التلميذ الأول سألني بوين متى لازم أجاوبه بأحد هذه الإجابات yesterday البارحة on monday الاثنين إلى آخره التلميذ الآخر قد يسأل سؤال what ماذا ويأشر فالتلميذ الآخر يجاوب وجواب مناسب للأداة what ate an ice cream أكلت an ice cream ate some cheese أكلت بعض الجبن made a cake صنعت كيكة drank some milk شربت بعض الحليب ate a banana أكلت موزة إلى آخره إذن هي عبارة عن لعبة يتملع بها بداخل الصف التلميذ الأول يستخدم أحد أدوات السؤال والتلميذ الآخر يجاوب جواب مناسب لأدوات السؤال هذه نكمل who معناها من تسأل عن العاقل فيكون الجواب المناسب لها أما a boy a girl a man a man a man a man a man how معناها كيف تسأل عن الحال فيكون الجواب المناسب لهم quickly بسرعة slowly ببطء loudly بصوت عالي carefully بحذر إلى آخره وكذلك مع أدوات الاستفام البقية إذن نحاول نجاوب باستخدام جواب مناسب لأداة السؤال اللي سألني ياها زميلي تلميذ يسأل والتلميذ الآخر يجاوب إذن هذه مجرد عبارة عن لعبة يتملعها بداخل الصف غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد يخليني أراجع أدوات الاستفام اللي أخذناها بالدرس السابق ننتقل إلى كتاب النشاط draw a line ارسم خط under the ed at the end of each word تحت حرفي ال ed في نهاية كل كلمة مثل ما منطيني بالمثال washed معناها غسلة رسم خط تحت ال ed كذلك ارسم خط تحت ال ed بالكلمات هذه كلها ليش رح نعرف بالتمرين القادم إن شاء الله ليش رسمنا خط تحت حرفي ال ed في نهاية الكلمات هذه الكلمة الثانية played لعبة أرسم خط تحت ال ed talked تحدث أرسم خط تحت ال ed walked سارة أرسم خط تحت ال ed cleaned نظف started بدأ liked أحب أو أعجب listened استمع painted رسم looked looked نظرة lived عاشة visited زارة kicked ركلة needed احتاجة finished انها smiled ابتسم watched شاهدة بعد ما رسمت خط مثل ما طلب من عندي بالتمرين الآخر مكتوب listen which sound do you hear استمع أي الأصوات التي تسمعها أثناء نطقك لهذه الكلمات write the words then color the shapes اكتب الكلمات ثم بعدها لون الأشكال هنا منطين الجدول مقسم إلى ثلاث أقسام d t i d شن اللي يقصد به هذا طبعا ذني أصوات وليست أحرف هذا صوت ال d وهذا صوت ال t وهذا صوت ال d هنا أنا ردي يوضح لي أنه كل كلمة انتهت ب i d من هذه الكلمات هذا ال i d انطاني صوت مختلف عن الصوت الآخر مثلا played لعبة لاحظ أنه لفضت ال i d played بعد washed غسلة لاحظ أني لفضت ال i d t washed أما الصوت الثالث فهو صوت ال i d فأقراها visited لاحظ أنه لفض ال i d إذن بعض الكلمات ال i d يلفظ i d مثل visited وبعض الكلمات ال i d تلفظ t مثل washed أما بعض الكلمات يلفظ ال i d مثل كلمة played نانا يطلب من عندنا نوزع هذه الكلمات حسب الجدول كل واحدة شون ألفظها أكتبها بالحقل المناسب إذا ال i d انطيتني صوت ال i d أخليها بحقل ال i d وإذا طيتني صوت الت أوضعها بحقل الت أما إذا طيتني صوت ال i d أوضعها بهذا الحقل فمثلا الكلمة الأولى washed غسلة حاط لياها هو بحقل الت washed الكلمة الثانية played لعبة كذلك حال لياها صوت d played الكلمة الثالثة talked شون داع الفظ ال i d لفظتها ت talked أذن أوضعها بحقل الت بعد walked شون لفظت ال i d لفظتها كذلك ت walked فأوضعها بحقل الت الكلمة الأخرى cleaned شون لفظت ال i d لفظتها d فأوضعها بحقل الت cleaned أما الكلمة الأخرى started شون داع الفظ ال i d داع الفظها ed فأقول started liked شون داع الفظ ال i d داع الفظها ت liked فأوضعها بحقل الت أما الكلمة الأخرى listened لفظتها d listen أما الكلمة الأخرى painted شون داع الفظ ال i d داع الفظها ed فأقول paint أما كلمة الأخرى looked شون داع الفظه ال i d داع الفظه t فأقول looked أما الكلمة الأخرى lived شون داع الفظ ال i d أوليها الحب في المصري كلمة آخرى ش نحن 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 acknowledge فأقول ا forcing كلمة آخرى ضغير نحن 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 Maryland كلمة أخرى خلف أ prescribed فأقول finished أما الكلمة الأخرى smiled شون لفظت الإيدي؟ لفظتها the smiled أما الكلمة الأخيرة watched شون داعي لفظ الإيدي؟ داعي لفظها it فأقول watched هذا ما يخص هذا النشاط لأنا مجرد يريد أنبهني أن الإيدي بنهاية الكلمة تنطي ثلاث أصوات الصوت الأول صوت والصوت الثاني صوت أما الصوت الثالث فهو صوت الإت وانطاني كلمات ووزعت الكلمات حسب لفظي لصوت الإيدي ننتقل إلى النشاط الأخير these are verbs هذه أفعال in the past في الماضي هذه الأفعال اللي كتبناها كلهم بالماضي they are regular verbs هذه الأفعال القياسية شن يعني أستاذ قياسية؟ الفعل القياسي هو الفعل اللي إذا أريد حوله للماضي فقط أضيف لإيدي أو دي مثل الأفعال اللي أخذناها brush يفرش brushed ضفت لإيدي صار فرشة بالماضي washes أو wash يغسل ضفت لإيدي صار بالماضي washed إذن الأفعال القياسية هي الأفعال اللي إذا أضيف لإيدي يتحول إلى الماضي they end in إيدي تنتهي بإيدي play زائد إيدي صارت played play يلعب ضفنالها إيدي صارت played لعبه بالماضي إذن هذا الفعل القياسي live يعيش ضفنالها d لأنه بنهاية e أصلا فصار lived بالماضي عاش إذن هذا كذلك فعل قياسي ليش لأن عند تحويله للماضي ضفت لإيدي أو d زيان هنا أنا يريد أنبهني يقول لك read and circle the correct verbs هذا الموضوع أو هذا التمرين التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري ويفيدني كذلك بالمراحل القادمة هنا أنا يريد أنبهني يقول لي مما أنه بداية الكلمة yesterday البارحة البارحة يعني حدث وقعه في الماضي إذن الجملة بالماضي إذن يجب أن أضع الفعل للمناسب وهو الفعل الماضي فمثلا yesterday البارحة I brush لو brushed my hair أنا أفرش لو فرشت شعري إذن بما أنه yesterday البارحة إذن أخلي الفعل brushed منطنياها وكمثال فرش بالماضي لأن yesterday البارحة معناها أن الجملة بالماضي فأخلي الفعل الماضي كذلك مع بقية الجمل أشوف الجملة إذا بالماضي أخلي الفعل الماضي وإذا بالمضارع أو بالحاضر أختار الفعل الحاضر أو المضارع number two ثانيا yesterday كذلك البارحة he washed لو washes his face غسل لو يغسل وجهه البارحة أختار الفعل الماضي لأن yesterday البارحة معناها أن الجملة بالماضي فأقول washed الفعل البي اي دي هو الفعل الماضي number three ثالثا yesterday البارحة he plays لو played football البارحة هو يلعب لو لعب كرة القدم بما أن البارحة كذلك بالماضي أختار الفعل اللي بي اي دي اللي معناه أنه فعل ماضي فأقول played لعبه number four رابعا yesterday البارحة she cleaned لو cleans her bedroom هي نظفت لو تنظف غرفتها البارحة بما أن البارحة بالماضي إذن الجملة بالماضي أخلي الفعل الماضي اللي هو الفعل الذي يحمي الإيدي البارحة هي نظفت غرفتها number five خامسا I watched لو watched TV yesterday أنا أشاهد لو شاهدت التلفاز البارحة كذلك yesterday البارحة بدلت لعلامة الجملة بالماضي إذن نخل الفعل الماضي اللي هو الفعل الذي يحمي الإيدي watched شاهد number six سادسا they talked لو talked to their friends yesterday هم تحدثوا لو يتحدثون إلى أصدقائهم البارحة كذلك yesterday البارحة إذن نخل الفعل أو الإيدي تحدثوا إلى أصدقائهم البارحة number seven سابعا yesterday البارحة I visited لو فيزت ماي جراند ما أنا زرت لو أزور جدتي الفعل المضارع للماضي أخلي بما أن البارحة أخلي الفعل الماضي أو الإيدي فأقول البارحة أنا زرت جدتي number eight ثامنا they paint لو painted a picture at school yesterday هم يرسمون لو رسموا صورة في المدرسة البارحة كذلك أخلي الفعل الذي يحمي الإيدي رسموا لأن الجملة بيها yesterday هذا ما يخص هذا النشاط هذا يعتبر سؤال قواعد مهم جدا بالامتحان التحريري أنتبه أن الجملة بيها yesterday اللي معناها البارحة أختار الفعل اللي يحمي الإيدي أما إذا ما بيها yesterday البارحة أو أي شيء يدل عن الماضي أختار الفعل الحاضر أو المضارع اللي ما بي إيدي بالأخير مكتوب listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك ما يحتاج نستمع المقطع الصوتي اللي نحن متأكدين من حلنا من خلال yesterday اختارين الفعل الماضي write two sentences اكتب جملتان أنا يقول لك اكتب جملتان عن نفسك مثلا التلميذي يكتب yesterday مثلا I played football لعبت كرة القدم بمعنى البارحة فاختار الفعل be ed play لعب played لعب واختار تكملة مناسبة للجملة فأقول yesterday مثلا I played football لعبت كرة القدم yesterday I cleaned my bedroom نظفت غرفتي وهكذا هذا ما يخص هذا النشاء لأنه مجرد يختبر قدرة التلميذ على تكوين جمل مفيدة من خلال فهمة لهذه الجمل هذا كان درسنا لهذا اليوم أراجعنا بأدوات الاستفهام اللي أخذناهنا بالدرس السابق من خلال لعبة اللي يتم لعبها بداخل الصف وعرفنا قوانين اللعبة مجرد تلاميذ اثنين التلميذ الأول يسأل والتلميذ الآخر يجاوبه بالإجابة المناسبة اللي منطنياه نبقى أسفل كل أداة السؤال ويأشر عليها وكذلك عرفنا إنه من الممكن أن تنقرأ ده مثل بليد ومن الممكن أن تنقرأ ته مثل ووشت ومن الممكن أن تنقرأ إد مثل الفيزيتد وكذلك عرفنا شوان نحول الفعل إلى ماضي من خلال إضافة إيدي أو دي للفعل إذا كان منتهي بإيدي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أوظافة تحبوه وتقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة